كاتعني اختي من حافة ديال الوجاه ديال العنق ديال اليدين ديال الجسم ديالك بالكامل اليوم اختي اي وحدة عندها صحاباتها اليوم اختي غادي غيروا منك علشانو الوصفة لبنات غادي تحمقكم ما شاء الله عليها في ضرف وجيز يعني تلتي ايام ما شاء الله عليها غا تحصل عليها النفخ اللي بغيتي يعني النفخ المكسيموم دياله اي على الاكتر ثلاثة ايام فقط ومنذ اول استعمال نتيجة فورية ما شاء الله يعني اليوم اليوم سوف نشارك معاكم واحد الوصفة خطيرة 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 وكما نقول عليها من بين اسرع الوصفات اللي كنجربهم ونعودهم خصوصا انا شخصيا فاش كنبدأها كدية مثل ديالدزي يولي كيبدوين حافو الوجيه كان احس مثلا بالوجيه ديالي عمر بالنمشو الخلف بالحبوب لاتخاس مثلا ديال الصيف ليفات ولا هكذا غرر ديال الشمس فاليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الغوج لابن الرو فاليوم اختي ستحيدي بهذا الوصفه ستراجعك تشعلي وهذا الوصفه كانت حتى العريسات نحافين بعض النساء يخلعون فأختي ماشي انت بوحدك اللي تخلعي بزم دين نساء يكونوا نحافين ولكن ديما البنات تكون تقف نفسها وانا ما غير كنكونوا في واحد كما كنقولو السورة اللي هي غير مستحبة نوعا ما يعني ما كنسب راسك تباني رقيق عكس مثلا تشوفي ناس وحدين خلائين غلط فاليوم اختيغنت هلا فيك من نسبة العريسات لي سهلة عليكم كاملين فغايولي الجسم ديالك ان شاء الله لون ديال موحد يعني ما بقوش ذوك السيكاتريس ولا لاتراس ولا الزركيا ولا لاتاش بلوس انكي غادي ترجعي ما شاء الله كما كنقولو غزالة 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 سوف ترجعك قرطاصة ان شاء الله من ارواع الوصفات اللي تبيض واللي تقبط لها بالنسبة النحافة يعني النحافة ما كتخليهاش فالمهم تبع معي الخطوات ليسهل عليك لا تساينو شمالي لايك للاك كتر منهم اشتركي في القناة سمراحبا بك ومتبعي الحال بقت اجيلا فيديو باشاكد اسعوم الفائدة للجميع وياللهو معنا على بركتي الله باش نتعرفوا اعلام قادر الوصفات ويقوم بعمل اول حاجة غزالة غزالة اه الخميرة دي الخبز انا الابناس عندها رافعة خميرة طبيعية معروفة الفورية السريعة ويقوم بعمل السبول ويقوم بجوجه محالة بجوجه مية وخمس وعشرين كرام فليس اختي ديري بحال بحال اختيار بحال بحال ويقوم بحالة ويقوم بحالة ويقوم بحالة خميرة السبولة على بركتي الله اول حاجة نبدأ بها الخميرة بالنسبة للتاني مكوين ان شاء الله العسل العسل نحل الحر ويقوم بحالة ويقوم بحالة من المنافع ويقوم بحالة ويقوم بحالة العسل السكر الخميرة الخبز الحليب ويقوم بحالة المترجم المترجم من السنة ويقوم بحالة من السنة الى ثلاثة السنوات كما تريد الاطفال ويقوم بحالة ويقوم بحالة في الوصفات ويقوم بحالة يجب اختر موضوع موضوع انا موضوع موضوع ومع اصلاح كذلك درجة في الطريق اضعوا الناس كاملا اضعوا الناس اضعوا الناس نحتاج الحلبة نضع الحلبة اضعوا الشكل نضع الحلبة كمية الحلبة نحتاج الحلبة الحليب العسل المدية الورد الخميرة الخبز المجموع الخميرة الخبز الماء ورد العسل الحلبة المكونات 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 العرائس المكونات 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 سوف تشعر الى الواجدة سوف تكون الواجدية و المسلمة يستعمل الواجدية كما أنظر الواجدية و الأدريقية و الأدريقية تدهي من الواجدية و الأدريقية تناول الواجدية أضل الماورد يكون حسن أنا بدأت بارد ولكن إلا دفتي سيكون حسن لتطلق الخميرة لا يوجد ضرر نهائيا الناس يقولون في تعليقات يقولون يا لا يوجد ضرر لا 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 يوجد ضرر لا يوجد ضرر فالمهم أن نحاول هنا يجمع لما تجمع وتخلط ستعطيكم الفعال لذلك نخلط نخلط هذا هو شكل الوصفة سوف نزيد المكونات المكونات الحلبة المكونات 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 وسوف نحاول الضفة المكونات 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 من المكونات 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 إنه ستجمع معلقة مهلا كمية تبقى على حسب الاختيار نجمع الخميرة مع الحلبة نضيف الحلبة كما قلنا نضيف الحلبة مطحوناة و الخميرة و المادية الوردبة نضيف العسل عفوا نضيف الحليب بودر قبل العسل نضيف الحليب غبرة كما قلنا نضيف نوعيات نضيف الحليب مجفف كامية الدسمة نضيف حليب منافع و هذا التهوية يتوزوين نضيف الحليب نضيف المكونات كاملين نضيف الحلبة نضيف الطيل البيض و العسل نضيف الغسول نضيف البيض الغزال نضيف البشرة الناشفة و الحساسة و حتى العرسات يحمق ممكن نضيف الحمر من العشاق الطيل الاحمر و كما كذه نضيف المكونات و المكونات نضيف المعلقة الأولى و المعلقة الثانية معلقة الطيل البيض سوف نضيف كميات ورد 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 كميات ورد نضيفك نضيف كميات نضيف كميات ورد اضيفه قليل لن اضيفه اضيفه قليل وضيفه اضيفه قليل وخلطه بعد اضيفه ومثلاً تكون عاقدة ولسائلة تعود تاني تزيد المهمة البنات هانتو مهدو الشكل ديالها النهائي شوفوا ما شاء الله لاغوستات كيف اشديرك تحمق كتذهب بالكيمة كان قولوا هانتو مغزلاتي بعد ما تصبح بهذا الشكل هذا معلينة إلا تطبيق الوصفة على أي منطقة المراد سواء تبييد ديالها أو نفخ ديالها سواء وجهك اي بلاس اختي عندك فيها مشاكل هاد البوصفة ان شاء الله ترحمي لي بها الوالدين وغا تشكريني عليها وهذا الشي اللي كانت منانا لبنات غير رحمة الوالدين فالمهم غزلاتي كان بداها كده ينطبق وكتخليها ثلاثين دقيقة الساعة كاملة لاش باش تعطي دك الفعالية ديالها ان ملزر بتاعلي يا رب حلت شي حاجة ما درتيا خليها اختي ثلاثين دقيقة كاملة تتنشف مزيان 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 ومن بعدين فهو تنشف اعاد غسليها اوفر كيارا كتفرك ممكن تخرج لك سلوساخ تحيد لك اولاد زولك جلد جاجة خلايا الميثال قشور لاتخاس لاتاش كونش يكون شال بناس سهل بناس والله القاسهم ان فغا تتجربوها غا ترحموا لي بها الوالدين بحكمة عجبتني بتحمسها باش نشاركها معاكم الحمد لله فانتمنى تجربوها غزالاتي وتقول ليه في التعليقات كيف هاجزكم مهم دا وش كيل ديالها بسحتكم وراحتكم وجربوها جربوها جربوها الله يعطيكم استر وقول لنا في كومنتر اولا في التعليقات واش عجباتكم او لا لا مهم البناس هاد الشي اللي كان هاد الوصفة ديال اليومة اللي هي وصفة الخميرة لتسمين الوجه منذ اول استعمال لا الوجه ولا لبارتي انتم ولا اي منطقة زائد تفتيحه وتبيض ما شاء الله كترجع لك لجسم ديالك مو حد الوين ديالو كيش ميعا انتمنى البنات تشاركوها مع صحابتكم ما تنسونش ملي لايك للايك 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 ديالكم لهذا الفيديو والاشتراك في القناة وانطلقى معكم في فيديوهات المقبلين ان شاء الله